سؤال موالي طلب مني حساب استطاعة الملف الثانوي P2 قبل حساب الاستطاعة هناك ثلاث استطاعات لاحظوا معي هذا هو محول خافض هذا ملف أولي وهذا ملف ثانوي الملف الثانوي دائما نربطه بالحمولة الحمولة الموجودة عنده هي عبارة عن مصباح هل توهج المصباح؟ لم يتوهج لماذا؟ لأن الملف الأولي المحول غير مغذى عند تغذية الملف الأولي بجهد 220 فول ما الذي تلاحظونه؟ تلاحظون توهج المصباح بحيث الجهد هذا لا يساوي 220 فول بل يساوي 12 فول إذن الجهد الذي يمتصه الملف الأولي هو جهد الأولي والتيار الذي يمتصه هو تيار أولي أما ملف الثانوي فيعطي لنا جهد مخفض على الجهد الأولي وهو 12 فول وكذلك يعطي لنا تيار ثانوي الذي يغذي هذا المصباح إذن هناك استطاعات الاستطاع الأولى مثلا يقول لك أحسب استطاعة ملف الأولي استطاعة ملف الأولي ماذا تساوي؟ تساوي الجهد الملف الأولي وهو E1 في التيار الأولي وهو E1 في معامل الاستطاع وهو CrossP1 وهذه الاستطاعات تسمى الاستطاعات منتصة لأن الملف امتص تلك الاستطاعات وتسمى كذلك P1 استطاعة ملف أول أما الاستطاعة الثانية ماذا تساوي؟ تساوي P2 معنتها استطاعة ملف ثانوي وتساوي الجهد الذي تغذى به المصبع وهو جهد ثانوي في التيار ثانوي في كوز P2 وهذه الاستطاعة تسمى بالاستطاعة المفيدة أو تسمى الاستطاعة المقدمة للحمولة يجب أن نفرق بين الاستطاعة المفيدة والاستطاعة المنتص الاستطاعة المنتصة هي الاستطاعة التي ينتصها الملف الأولي والاستطاعة المفيدة أو مقدمة للحمولة هي الاستطاعة التي يقدمها ملف ثانوي إذن إلى حد الآن لدينا استطاعته تخيلوا لو أقطع سلكين بمقص هذه تجربة تصبح تجربة في الفراغ هنا P20P معنتها استطاعة اثنين ملف ثانوي صفر فراغ تساوي الصفر لماذا تساوي الصفر؟ لأن تيار اثنين يساوي الصفر ويبقى لي الاستطاعة المنتصة في تجربة الفراغ ورمزها P10 ماذا تساوي؟ تساوي الجهد الأولي منتص في حالة الفراغ في التيار الأولي منتص في حالة الفراغ في كوز في عشر إذن هنا لدينا ثلاث استطاعة استطاعة ممتصة من ملف الأولي والاستطاعة المفيدة من ملف التي يعطيها ملف الثانوي والاستطاعة الممتصة في تجربة الفراغ أعود إلى سؤالي السؤالي طلب مني حساب استطاعة ملف الثانوي P2 وهي استطاعة مفيدة أو استطاعة مقدمة للحمولة وتساوي جهد ثانوي فالتيار الثانوي في كوز في اثنين وبما أن حمولة مقاومة فإن في اثنين يساوي صفر إذن كوز في اثنين يساوي واحد إذن في اثنين استطاع المفيدة ماذا تساوي جهد الثانوي في اثنين ثانوي وتساوي اثناش في ثلاثة فاصل خمسة وتساوي اثنين وربعين واط السؤال الموالي طلب مني حساب المردود تعلمون أن المردود يساوي استطاعة المخرج على استطاعات المدخل ما هو المخرج؟ هو الاستطاعة المفيدة بي اثنين وما هو المدخل؟ هو استطاعة ممتصة بي واحد إذن المردود ماذا يساوي؟ بي اثنين على بي واحد وكما تلاحظون هذه تسمى شجرة طاقوية للمحول حيث الملف الأولي يمتص استطاعة الأولى هي استطاعة ممتصة بي واحد ثم تنشأ ضيعات ضيع الأول بسبب الأسلاك النحاسية الموجودة في الملف الأول وملف الثاني ويسمى بيرتجول ثم يضيع ضيع آخر ويسمى ضيعات الحديدية والسبب هو دارة المغناطيسية وتبقى استطاعة صافية وتسمى الاستطاعة المفيدة إذن ماذا تساوي استطاعة المفيدة؟ تساوي استطاعة المفيدة تساوي استطاعة الممتصر بي واحد ناقص بيرتجول ناقص بيرتجول ناقص بيرتجول أو باستطاعة المفيدة تساوي جهد ثانوي فتيا ثانوي في قوز في اثنين نعود إلى مردود مردود يساوي بي اثنين على بي واحد ويساوي بي اثنين على بي اثنين زيت بيرتجول زيت بيرتجول لماذا؟ لأنه لم يعطي لي الاستطاعات ملفه الأولي أو استطاع المنتصر وبالتالي كتبتها عن طريق وكتبتها بدلالة P2 إذن P1 ماذا يساوي؟ هذا الارتفاع ماذا يساوي؟ يساوي P2 زايد مختلف الضيئات إذن مرضو يساوي P2 على P2 زايد باتجور زايد باتفار تطبيق عددي ويساوي 42 على 42 زايد 2.1 زايد 1.8 ويساوي 0.915 إذن مرضو بنسبة مئوية يساوي 91.5 بالمئة